تتمت رواية الأبله للكتب الروسي فيودور ميخايلوفيتش دوستويفسكي الفصل الخامس والأربعون بينما كان الأمير يتأمل أجلايا وقد غمرته السعادة متابعا مع الأمير وأوجين باولوفيتش حديثا مرحا كان الرجل المسن الذي يصطنع سلوكا إنجليزيا يتحدث مع الطرف الآخر من الصالون مع الموظف الكبير فإذا هو أثناء الاندفاع في الكلام ينطق باسم نيكولا أندرييفيتش باوليتشيف فجأة فالتفت إليهم الأمير على الفور وأخذ يتابع حوارهما كان الكلام يضور على الأنظمة الجديدة وعلى ما نشأ عنها من اذثرابات في توزيع أملاك كبار الملاكين بالمقاطعة ولابد أن القصة التي كان يرويها الرجل المشغوف بعادات الإنجليز كانت في ذاتها باعتة على الضحك لأن الموظف الكبير قد أخذ يضحك أخيرا حين سمع صاحبه يعبر عما في نفسه من مرارة كان الرجل المشغوف بعادات الإنجليز يتكلم بسهولة ويسر مصطنعا مطأ الفاضه وتليين حروفه وكان يروي كيف أن تلك النظمة الجديدة قد أجبرته على أن يبيع بنصف الثمان أرضا رائعة كان يملكها في تلك البقاطعة رغم أنه لم يكن في حاجة إلى مال وكيف احتفظ في الوقت نفسه بأرض خراب بباب لا يجني منها إلا الخسارة عدى اذثراره إلى ملاحقة دعوان في شأنها لدى القضاء ومن أجل أن أتحاشى ملاحقة دعوان أخرى تتعلق بالأراضي التي خلفها بافليتشيف أعترت أن أزهد بالميراث أصلا يكفي أن يقول إلي ميراث أو ميراثان من هذا النوع حتى تصير حالي إلى ضمار لاحظ أن نصيبي من ذلك الإرز كان يقدر بثلاثة آلاف هكتار أطيانا ممتازا لاحظ إيفان فيدوروفيتش الاهتمام الشديد الذي كان ينصرف به الأمير إلى ذلك الحديث فاقترب منه فجأة وقال له بصوت خافت اسمع إن إيفان فيدوروفيتش يمت بقرابة إلى المرحوم نيكولا أندرييفيتش بافليتشيف أظن أنك تبحث عن أقرباء الله أليس كذلك؟ كان إيفان فيدوروفيتش حتى ذلك الحين لا يتجه بنظره وعنايته إلى أحد غير رئيسه الجنرال لكنه قد لاحظ منذ برهة أن ليون نيكولايفيتش مهمل إهمالا تاما شعر من ذلك بشيء من القلق لهذا حاول أن يشركه في الحديث بعد الإشراك بتقديمه إلى الشخصيات مرة أخرى وبتزكيته لديها فلما وقع بصره على إيفان فيدوروفيتش قال إن ليون نيكولايفيتش إنما نشأ نيكولا أندرييفيتش بافليتشيف حين مات عنه أبواه فأجاب إيفان فيدوروفيتش بقوله تشرفنا وإني لا أتذكرك تذكرا واضحا لقد عرفتك وتذكرت حتى وجهك منذ تولي إيفان فيدوروفيتش تعرف كل منا بالآخر الحق أنك لم تتغير كثيرا رغب أن عمرك لم يكن يتجاوز العاشرة أو الحادية عشر حين رأيتك حتى إن في ملامحك شيئا شيئا رصخ في ذاكرتي سأله الأمير متعجبا عرفتني طفلا فتح إيفان فيدوروفيتش كلامه يقول منذ زمن بعيد جدا كان ذلك في زالاتوف روخوفو حين تقيم عند قريباتي كنت في ذلك العهد أكثر من الذهاب إلى هناك ألا تتذكرني لا عجب لقد كنت عندئذ في حالة مرضية لا أدري ما هي حتى إنني أتذكر أن دهشة شديدة قد اعتردني على حين فجأة قال الأمير مؤكدا بحرارة أنا لا أتذكر شيئا وأضاف إيفان فيدوروفيتش بكثير من الرصانة والوقار بضعة أقوال أخرى أدهشت الأمير وأثرت في نفسه قال إن الآنستين العجوزتين الذين تمتان بقرابة إلى المرحوم بافلتشيف وكانت تعيشان في أراضيه بزالاتوف روخوفو والتين عهد إليهما بتربية الأمير هما في الوقت نفسه قريبتان له وكسائر الناس كان إيفان بيتروفيتش لا يكاد يعرف شيئا عن البواعث التي خضع لها بافلتشيف وجعل نفسه وصيا عليه لم يخطر ببالي أن أسأل عن هذا الأمر في ذلك الوقت كذلك قال إيفان بيتروفيتش ولكنه برهن مع ذلك على أن له ذاكرة ممتازة فهو لم ينسى حتى أن كبرى قريباته وهي مارتا نيكي تشينا كانت شديدة القسوة على الأمير الذي الذي عهد به إليها وأضاف إيفان بيتروفيتش إلى ذلك قوله حتى لقد بلغت من قسوتها أنني شاجرتها مرة بسببك لأنني كنت أشجب أسلوبها في التربية القائمة على أن تلهب بالصياط جسم طفل مريض وهذا كما تعلم لم تكن كذلك أختها الصغرى ناتاليا نيكي تشينا فقد كانت نفسها زاخرة بالحنان على الطفل المسكين لا بد أن تكون الآن كلتهما في مقاطعة زي حيث أورثهما بافلتشيف أرضا ممتازة ولكن هل لا تزالاني على قيد الحياة؟ لا أدري أظن أن مارتا نيكي تشينا كانت تنتوي أن تدخل الدير على أنني لا أؤكد ذلك من الجائز أن أكون قد سمعت هذا الكلام عن إمرأة أخرى نعم تذكرت لقد قيل لي هذا عن زوجة طبيب كان الأمير يصغي إلى هذه الأقوال وقد سطعت عيناه فرحا ونشوة وحنانا وأعلن من جهته بحرارة شديدة أنه لن يغفر لنفسه في يوم من الأيام أنه تنقل في داخل البلاد خلال هذه الأشهر الستة ثم لم يتح له أن يمضي إلى زيارة مربيته لقد كان في كل يوم ينوي أن يفعل ذلك ثم تحول الظروف بينه وبين إنقاذ ما يعقد النية عليه غير أنه في هذه المرة قد قرر جازما أن يذهب إلى المقاطعة وأضاف الأمير أأنت تعرف إذن ناتاريا نيكيتشينا؟ يا لها من إمرأة عظيمة قديسة وكذلك مارتاني كيتشينا معذرة يخيل إلي أنك تخطئ الظن فيها قليلا صحيح أنها كانت قاسية ولكن يجب أن تعذر كيف لا يفقدها صبرها طفل أبله تماما في ذلك الأوان هاي هاي إنني كنت أبلها كل البلاهة حين ذاك ألا تصدق؟ ها 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 ثم ثم إنك قد رأيتني في ذلك العهد وألا تلاحظ أنني لا أتذكرك؟ ألا يدل هذا على أنني؟ آه يا رب أصحيح أنك قريب نيكولا أندرييفيتش باوليتشيف حقا قال إيفان بيتروفيتش مبتسما وهو يتفرس في الأمير أأؤكد لك ذلك أرجوك ما أردت أن أقول إنني أشك في صدق كلامك ثم هل يمكن الشك في هذا؟ ها ها ولو قليلا نعم ولو قليلا ها 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 وإنما أردت أن أقول إن المرحوم نيكولا أندرييفيتش باوليتشيف كان رجلا رائعا كان إنسانا عظيما ما كان أكرمه أحلف لك لا أقول إن الأمير كان يشعر باختناق بل أقول إن قلبه قد امتلأ بالسعادة وقد سد حلقه على حد التعبير الذي استعملته أديلايد في الغدات حين تحدثت مع خطيبها الأمير شيتش قال إيفاند بيتروفيتش ضاحكا ولكن لماذا يستحيل أن أمت بقرابة لرجل كريم كرما عظيما إذ طرب الأمير وشعر بخجل شديد فأسرع يقول بتعجل وحرارة ماين فكان يتزايدان أنا أأنا هذه حماقة جديدة أرتكبها هذه سخافة أقولها لأنني لأنني يمينا إن لساني قد خان فكري ولكنني أعود فأسألك ما عسى تكون قيمة شخصي أنا بالقياس إلى أمور كهذه الأمور بالقياس إلى أمور ضخمة هذه الضخامة بالقياس إلى رجل عظيم هذه العظمة ذلك أنه يشهد الله كان أعظم الرجال أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ كانت أعضاء الأمير كلها ترتعش أما من أين جاءه هذا التأثير المبالغ والمباغت ولماذا اشتاحته هذه العاطفة كلها فجأة دون تناسب بينها وبين موضوع الحديث فذلك أمر يصعب تعليله ولكننا نستطيع أن نقطع بأنه بلغ من الانفعال في تلك اللحظة أنه كان يحس بشعور الشكر كويا محرقا دون أن يعرف ماذا يشكر ولا من يشكر حتى لك أن الشكر لإيفان بيتروفيتش نفسه ولسائر الحضور أيضا كان الأمير يطفح سعادة نظر إليه إيفان بيتروفيتش بمزيد من التفرس وحدق إليه الموظف الكبير بكثير من الانتباه كذلك وألقت عليه الأمير بيلوغانسكايا نظرات تفض غضبا وحنقا وأخذت تقرص شفتيها وتوقف الأمير وأوجين باولوفيتش والأمير شيتش والآنسات وسائر الحاضرين توقفوا جميعا عن الكلام وأصاخوا بأسماعهم وكانت أجلايا تبدي إشارات رعب كانت إليزابيت بروكوفيفنا قد خرجت عن طورها حقا أجيب أمر الأم وبناتها إنهن هن اللواتي قررن ورتأينا أن من الأفضل أن يبقى الأمير صامتا طوال الصهراء فلما رأيته منعزلا كان الإنعزال في رقن من الصالون راضيا عن حظه مفتونا به أخذ يساورهن الخوف حتى لقد خطر ببال أدليد أن تقطع الغرفة كلها مقتربة منه على حذر لتقوده إلى جماعتها التي تضم الأمير ني قرب الأمير بيلوكونسكايا حتى إذا اندفع الآن في الحديث تضاعف قلقهن وازدادت مخاوفهن قال إيفان بيتروفيتش بلهجة فخمة وقد كف عن التبسم إنك لعلى حق حين تصف بأنه كان إنسانا رائعا نعم لقد كان إنسانا ممتازا وأضاف بعد صمت قصير إنسانا ممتازا وجديرا بالاعتبار وزاد على ذلك بعض برهة أخرى فقال بل ويمكن القول إنه كان جديرا بكل احترام ومما يتلج صدر المرء حقا أن يرى أنك من جهتك قال الموظف الكبير وهو يحاول أن يستجمع ذكرياته أليسا بابليتشيف هذا هو ذلك الرجل الذي كان له حكاية حكاية خاصة مع قص مع القص نسيت اسمه ولكن أثارت حكايته في حينها لغة كبيرة قال إيفان بيتروفيتش القص جورو رجل يسوعي نعم أولئك هم رجالنا الممتازون الجديرون بالاعتبار ولكن بابليتشيف كان نبيل المحتد ويملك ثروة وكان موظفا بالبلاط ولو بقي في الوظيفة لأمكان أن ولكنه ترك وظائفه وترك جميع علاقاته فجأة ليعتنق الديانة الكاثوليكية ويصبح يسوعيا حتى لقد فعل ذلك بما يشبه الحماسة بصراحة لقد مات في الوقت المناسب نعم جميع الناس قالوا هذا حين مات أصبح الأمير لا يستطيع كبح جماح نفسه فصاح يقول بلهجة مروعة بابليتشيف بابليتشيف اعتنق الكاثوليكية مستحيل فدمدم إيفان بيتروفيتش بلهجة رسينة كيف مستحيل هذا كثير يا عزيزي الأمير يجب أن توافق على أن ولكنك تقدر المتوفى قدرا كبيرا والحق أنه كان إنسانا ذا قلب كبير وذلك هو السبب الذي أعزو إليه خاصة كلما حققه ذلك المحتال جورو من نجاح لديه ولكن في وسعك أن تسألني أنا عن المتاعب والهموم التي أصابتني في أعقاب هذا الأمر ولسيما مع جورو ذلك نفسه مع جورو ذاك وأضاف إيفان بيتروفيتش يقول ملتفتا نحو الرجل العجوز مخاطبا إياه تصور أنهم أرادوا حتى أن يدعوا حقوقا في الميراث فاستررت أن أعمد إلى أن أشد الإجراءات لأسمعهم صوت العقل ولأردهم إلى الصواب ذلك أنهم يعرفون ما يفعلون هؤلاء أناس مدهشون ولكن الحمد لله لقد حدث الأمر بموسكو فاتجهت فورا إلى الكونت وأرجعناهم إلى الرشاد هتف الأمير يقول من جديد على الأرض ما لم تمارس سلطة سياسية شاملة هتف الأمير يقول من جديد لا تستطيع أن تتصور مدى ما أحدثته في نفسي من ألم واضطراب آسف ولكن ذلك كله لم يكن في حقيقة الأمر إلا سفاسف وكان يمكن أن ينتهي بسلام كما يحدث عادة إنني مقتنع بذلك ثم أضاف يقول مخاطبني العجوز من جديد في الصيف الماضي دخلت الكونتس ساكي أحد الأديرة بالخارج فيما يقال إن مواطنين لا يملكون أي قدرة على المقاومة حين يتسلط عليهم أولئك المحتالون ولسيما في الخارج أظن أن مرض ذلك كله إلى أننا متعبون ثم إن لأولئك الناس أسلوبا في التبشير يمتاز بكثير بكثير من الرشاقة والأناقة هذا عدا أن لهم شخصية قوية فيعرفون كيف يخيفونك ويروعونك لقد أخافوني أنا نفسي أعترف لكم بذلك حدث هذا سنة 1832 بمدينة فييانا ولكنني لم أسقط بين أيديهم بل وليت هاربا ها ها يمينا لقد وليت هاربا هنا تدخلت الأميرة بلوكونسكايا فجأة فقالت لقد سمعت يا صديقي العزيز إنك في ذلك الوقت قد هاربت من فييانا إلى باريس في صحبة إمرأة جميلة هي الكونتسا ليفيكي فمن أجل تلك المرأة لا تخلصا من يسوعي إنما تركت الخدمة أجاب العجوز مبتسما لحلاوة تلك الذكرى الجميلة طيب ولكن هذا لا ينفي أن ذلك حدث بسبب يسوعي ثم أضاف يقول بلهجة لطيفة وبمودة مخاطبا الأمير ليون نيكولاي فيتش الذي كان يصغي إلى الحديث فاغر الفمي من الدهشة وكان ما يزال يبدو مسعوقا يبدو عليك أن لك عواطفا دينية قوية جدا وذلك أمر ينظر أن تراه الآن لدى الشباب كان واضحا أن العجوز يرغب في معرفة الأمير معرفة أكمل وأن هناك أسبابا تدفعه إلى الاهتمام به اهتماما قويا قال الأمير فجأة كان بافليتشيف رجلا صافي الذهن راجح العقل وكان مسيحيا حقا فكيف يمكن أن يعتنق ديانة ليست مسيحية ذلك أن الكاثوليكية دين ليس من المسيحية في شيء كانت عيناه تصطعان وكان يجيل بصره على من حوله كأنه يريد أن يشمل الحضور كافة بنظرة واحدة جمجم العجوز وهو يرشق إيفاند بيتروفيتش بنظرة تنم على الدهشة أظن أن في هذا بعض الغلو وانبرى إيفاند بيتروفيتش يسأل الأمير قائلا له وهو يستدير على كرسيه أفليست الكاثوليكية ديانة المسيحية فما هي إذن؟ استأنف الأمير كلامه قائلا بانفعال شديد ولهجة قاطعة إلى أقصى الحدود هي أولا ديانة ليس فيها شيء من المسيحية هذه نقطة أولى أما النقطة الثانية فهي أن المسيحية الرومانية أسوأ من الإلحاد نفسه في رأي نعم ذلك هو رأي إن الإلحاد يقتصر على المنادات بالعدم أما الكاثوليكية الرومانية فهي تنضي إلى أبعد من ذلك إنها تبشر بمسيح شوهته وأفسدت صورته وسوأت وجهه إنها تبشر بمسيح هو نقيض الحقيقة إنها تبشر بنقيض المسيح أؤكد لكم هذه قناعتي الشخصية منذ زمن طويل وما أكثر ما عدبتني أنا نفسي إن الكاثوليكية الرومانية إن الكاثوليكية الرومانية تؤمن بأن الكنيسة لا يمكن أن تبقى على الأرض ما لم تمارس سلطة سياسية شاملة وتكتب لا نستطيع بل إن الكنيسة الرومانية في رأي ليس الديانة وإنما هي استمرار للإمبراطورية الرومانية الغريبة فكل شيء فيها خاضع لهذه الفكرة حتى الإيمان لقد استولى البابا على الأرض وأصبح له ملك زمني وأشهر السيف ثم لم يتغير شيء منذ ذلك الحين اللهم إلا أن يكون السيف قد أضيف إليه الكذب والمكر والخذيعة والتعصب والخرافة والسفالة لقد عبتوا بأقدس عواطف الشعب وأنقاها وأكثرها سداجة وبراءة وحمسة وحرارة لقد باعوا كل شيء بالمال كل شيء باعوا كل شيء بسلطة زمنية حقيرة فكيف لا تكون هذه العقيدة نقيضة المسيحية وكيف يمكن أن لا تكون الكاثوليكية سبب الإلحاد لقد خرج الإلحاد من الكاثوليكية الرومانية نفسها وبأتباع الكاثوليكية إنما بدأ الإلحاد هل كان يمكن أن يصدقوا أنفسهم ثم قوي الإلحاد بالكره الذي حمله لهم الناس إن الإلحاد ثمرة أكاديبهم وعجزهم الأخلاقي الإلحاد ما يزال الإلحاد في بلادنا لا يرى إلا في بعض فئات المجتمع لا يرى إلا لدى المشتثة جذورهم على حد التعبير الموفق الذي استعمله أوجين بافلوفيتش أما هناك في أوروبا فإن جماهيرا كبيرة من الشعب قد بدأت تفقد الإيمان كان عدم تدينها في الماضي ناشئا عن الجهل والكذب أما الآن فهو ناشئ عن التعصب وعن كره الكنيسة والمسيحية توقف الأمير عن الكلام لاهثا لقد تكلم بتضفق شديد هو الآن شاحب اللون مختنق الصدر تبادل الحضور نظرات دهشة وأخيرا أخذ الشيخ الصغير يضحك ضحكا صريحا وأخرج الأمير ني نظارته وأخذ يحدق بها إلى الأمير ليون نيكولايفيتش وترك الشويعير الألمانية الذي كان قد تلبث فيه حتى ذلك الحين فاقترب من المائدة وعلى شفته ابتسامة عداوة قال إيفانت بيتروفيتش بصوت ممطوط وقد لاح في وجهه الضجر بل والإنزعاج أنت تبالغ كثيرا إن تلك الكنيسة يمثلها كذلك رجال يستحقون كل احترام رجال فضلاء أنا لم أتكلم عن ممثلي الكنيسة كأفراد وإنما تكلمت عن الكنيسة الرومانية في حقيقتها أنا إنما تكلمت عن روما هل يمكن أن تزول الكنيسة زوالا تاما؟ أنا لم أقل هذا قط موافق ولكن كل ما تقوله معروف فلا داعي إلى الكلام فيه ثم ثم إن هذا كله من اختصاص علم اللهوت لا لا ليس هذا من اختصاص علم اللهوت وحده أؤكد لك هذا أمر يمسنا كلنا أقرب كثيرا مما تتصور هنا إنما يكمن خطأنا ما يزال يصعب علينا أن نألف فكرة أن هذه المسألة ليست مسألة لاهوتية فحسب لا تنسوا أن الاشتراكية هي أيضا ذمرة الكاثوليكية فالاشتراكية كأخيها الإلحاد إنما إنما ولدت من اليأس إنها رد على الكاثوليكية إنها ترمي إلى امتلاك السلطة الروحية التي فقدها الدين تهدف إلى إرواء الضمأ الشديد الذي يحرق النفس الإنسانية وهي تنشد السلام لا في المسيح بل في العنف إننا نرى هنا كما نرى في الكاثوليكية أناسا يريدون التأمين الحرية بواسطة العنف ويريدون تحقيق الإلحاد بالسيف والدم ممنوع الإيمان بالله ممنوع التملك ممنوع أن يكون للمرء شخصية الأخوة أو الموت ولو قطع مليون رأس وقديما قيل تعرفونهم من أعمالهم ألا لا يذهبن بكم الظن إلى أن هذا كله لا أدى فيه ولا خطر علينا منه لا لا يجب علينا أن نعمل وأن نعمل بأقصى سرعة ينبغي لمسيحنا للمسيح الذي حافظنا عليه ولم يستطيعوا حتى أن يعرفوا أن ننتصب أمامه لا لنعدص النارة اليسوعية فتصطادنا بل لننفث فيهم حضارتنا الروسية ولا يقول أحد أنهم يعرفون كيف يبشرون بأناقة ورشاقة كما قال واحد منا منذ برها أجاب إيفان بيتروفيتش قائلا وقد لاح في وجهه قلق شديد وأخذ يلقي علامة حوله نظرات دهشة بل واتفق يظهر علامات رعب ولكن اسمح لي اسمح لي لا شك أن آراءك آراء محمودة ولا شك أنها تزخر وطنية ولكن ذلك كله فيه غلو كثير فمن الخير أن نقف عند هذا الحد لا أن نتجاوزه لا ليست ثمث من غلو بل إنما أقوله هو دون الحقيقة لأنني عاجز عن التعبير عن فكري كله ولكن اسمح لي صمت الأمير جامدا على كرسيه رافعا رأسه راشقا إيفان بيتروفيتش بنظرة مشتعلة قال الشيخ الصغير بلهجة ودود دون أن يخرج عن هدوئه يبدو لي أنك أخذت فعلة صاحبك المحسن إليك ما أخذ الفاجعة إن أعصابك مهتاجة وربما كان مرد ذلك إلى العزلة التي تعيش فيها فلو عاشرت الناس وأنا آمل أن يحسن المجتمع الراقي استقبال شاب ممتاز مثلك لا هدأت ثائرتك ولا وجدت أن هذا كله أبسط كثيرا مما تتصور ثم إن هذه الحالات نادرة جدا وفي رأيي أن بعضها يرجع إلى شعبنا وأن بعضها الآخر يرجع إلى السأم صاح الأمير يقول نعم هذا هو الأمر تماما هذه فكرة عظيمة إن السأم إن سأمنا هو السبب ليس الشبع هو السبب بل السأم هنا حافيت أنا الصواب فنحن أناس عطشة لم يرتووا ولم يرو ولم يرو ضماءنا بل قل إن ضماء محموما يلتهبون التهاما ولا تظن أن ذلك ظاهرة تبلغ من تفاهة الشأن أنها لا تستحق منا إلا الضحك معذرة يجب على المرء أن يحسن الإحسان بالأمور قبل وقوعها والتنبؤ بالأشياء قبل حدوثها إن مواطنين متى لمسوا الشاطئ ومتى إطمأنه إلى أنه هو الشاطئ فعلا بلغوا من الصرور والحبور أنهما لبثوا أن يصلوا من ذلك إلى أقصى التطرف لماذا هذا؟ إن حالة بافليتشيف تدهشكم فأنتم تتصورون أنه فقد عقله وأنه هوى من فرط طيبته وليس الأمر كذلك في الحقيقة إن تحمس النفس الروسية في مثل هذه الظروف لا يثير دهشتنا نحن وحدنا بل يثير دهشة أوروبا كلها حين ينتقل روسي إلى الكاثوليكية فإنه لا بد أن يصبح يسوعيا ولا بد أن يصبح من أكثر اليسوعيين تطرفا وتعصبا وإذا اعتنق الروسي مذهب الإلحاد فإنه لا يتردد في المطالبة باستئصال الإيمان بالله بحد السيف فما سبب هذا التعصب المفاجئ؟ ألا تعرفون ذلك؟ سببه أن الروسي يعتقد أنه اكتشف وطنا جديدا لأنه لم يدرك أن له وطنا هنا فإذا بهذا الاكتشاف يملأه فرحا لقد وجد شاطئ الأمان لقد وصل إلى البر فها هو دا يهرع إليه ويغمره بالقبولات إنه لا يفعل ذلك من باب الغرور إن الرسل يصبحون ملاحدة أو يسوعيين لأن شعورا مسكينا بالزهو قد سيطر على أنفسهم وإنما هم يصبحون ملاحدة أو يسوعيين بتأثير ضمأ نفسي بتأثير حنين إلى عالم أرفع وأسمع إلى أرض ثابتة وطيضة إلى وطن يحل محل الوطن الذي كفوا عن الإيمان به لأنهم لم يعرفوه في يوم من الأيام إن الشعب الروسي سهل عليه الانتقال إلى الإلحاد إن أسهل انتقال إلى الإلحاد من أي شعب في العالم ومواطنون لا يصبحون ملاحدة فحسب بل هم يؤمنون بهذا الإلحاد أيضا كأنه دين جديد لا يلاحظون أنهم بذلك إنما يؤمنون بالعدم فإلى هذا الحد نحن عطشا إلى الإيمان من لم يكن تحت قدميه أرض لم يكن له إله أيضا ليست هذه الفكرة مني أنا وإنما عبر لي عنها تاجر التقيت به في صفر الحقيقة أنه لم يقول هذا الكلام بنصه وإنما قال من يجحد وطنه يجحد إلهه أيضا تصوروا أنه قد وجد في روسيا أناسا مثقفين ثقافة عالية انتموا إلى ملة الخليين والحق أنني أتساءل لماذا نعد هذه الملة أسوأ من العدميين واليسوعيين والملحدين ألا إن عقيدتهم قد تكون أعمق من عقيدة هؤلاء ولكن ذلك ما يمكن أن يؤدي إليه قلق النفس اجعلوا رفاق كريستوف كولومبوس العطشا الملتهبين يرون شواطئ العالم الجديد اكشفوا للإنسان الروسي عن العالم الروسي أتيحوا له أن يجد ذلك الذهب ذلك الكنز الذي تخفيه الأرض عن بصره أظهره على ما يستحق للإنسانية كلها من تجدد وانبعات ربما بفضل الفكر الروسي والإله الروسي والمسيح الروسي افعلوا ذلك كله تروا أي عملاق قوي عادل حكيم حليم سينتصب قائما أمام العالم المذهول المروع ذلك أنهم لا يتوقعون منا إلا السيف السيف والعنف فهم إذ يقيسوننا بمقياس أنفسهم لا يستطيعون أن يتصوروا قوتنا في صور غير صور الهمجية ذلك ما كان حتى الآن ولسوف ينمو هذا الظن الخطأ مزيدا من النمو في المستقبل غير أن حادثا وقع في تلك اللحظة فقطع كلام الخطيب على نحو لم يكن في الحسبان إن هذا الحديث الطويل المحموم كله إن هذا السيل المتضفق في الكلام المدصر بالمستخب الذي يعبر عن فوضى من الأفكار المتحمسة المشوشة المتصادمة إنما كان إذن علامة استعداد عقلي لدى الشاب استعداد خطر كل الخطر راح يفور ويغلي الآن على حين فجأة دون سبب ظاهر وقد دهش من بين الحضور جميع أولئك الذين يعرفون الأمير حتى لقد شعروا بخجل وخزي دهشوا من اندفاعاته هذه التي لا تتفق وما آهدوا فيه من وضع متخبط بل خجول يتسم في جميع الظروف بكياسة نادرة ولباقة كاملة وشعور فطري بما يليق التزامه من آداب ولم يفلحوا في فهم علة هذا الخروج عن عاداته المعهودة وهو خروج لا يمكن تعليله حتما بما انكشف له من أمر بافليتشيف أما في ركن السيدات فقد عد إنسانا فقذ عقله وأصابه جنون وقد اعترفت الأميرة بيلوكونسكايا فيما بعد أنها كانت ستهرب لو دام ذلك المشهد برهة أخرى وأما الشيخان الصغيران فقد كاد يفقدان سيطرتهما على نفسهما منذ لحظة الشدة الأولى اصطنع الجنرال الموظف الكبير هيئة الاستياء والقسوة دون أن يتحرك عن كرسيه ولزم الكولونيل هذو أن ظل يبتسم ابتساما زائفا وهو ينظر فيما حوله ليرى كيف يتصرف الآخرون وبما داعسهم يردون وعلى كل حال كان يمكن أن تنتهي هذه الفضيحة كلها على أبسط نحو طبيعي وربما في دقيقة واحدة حتى لقد قام إيفان فيدوروفيتش الذي أدهشه كل ذلك ولكنه ثاب إلى نفسه واسترد هدوءه قبل الآخرين قام بعدة محاولات لوقف الأمير فلما لم يفلح اقترب منه بثبات وعزم فلو انقضت دقيقة واحدة أخرى لكان من الممكن إذا اقتدت الضرورة ذلك أن يقرر إخراجه بلطف ومودة وصداقة زائما له أنه مريض وذلك زعم قد يكون صادقا وعلى كل حال زعم كان إيفان فيدوروفيتش من جهته مقتنعا به كل الاقتناع فلا يخالجه فيه ريب ولكن الأمور جرت مجرا آخر كان الأمير منذ أن دخل الصالون قد مضى يجلس في أقصى مكان مستعدا ومبتعدا مبتعدا عفوا عن إيناء الخزف الصيني الذي خوفته أجلايا من قصره ذلك التخوف كله شيء لا يكاد يصدقه العقل إن الأمير بعد الذي قالته له أجلايا بالأمس قد ترصخ في نفسه اقتناع لا سبيل إلى مغالبته بأنه لم يستطع تحاشي كسر ذلك الإيناء مهما يبذل من جهد لتفادي هذه المصيبة ذلك توجس غريب لا يصدق فإليكم ما حدث في أثناء الصهرة كانت قد اجتاحت نفس الأمير مشاعر أخرى مشاعر قوية ممتعة في آن واحد هي تلك المشاعر التي سبق أن تحدثنا عنها وقد صرفته هذه المشاعر عن توجسه وأنسته إياه فلما سمع أحدا ينطق باسم باوليتشيف وقاده إيفان فيدوروفيتش إلى إيفان بيتروفيتش ليقدمه إليه ويعرفه به مرة أخرى اقترب من المائدة وجلس على مقعد قرب إيناء الخزف الصيني الضخم الرائع الموضوع فوق قاعدة في مستوى كوعه تقريبا ووراءه قليلا وحين نطق بالكلمات الأخيرة من خطابه نهض فجأة وأجرى ذراعه بحركة واسعة طائشة ولفت كتفيه على غير إرادة منه فإذا بصرخة تدوي منطلقة من أفواه الحضور جميعا لقد ترنح الإيناء وترجح في أول الأمر ولاح أنه يهم أن يسقط على رأس أحد الشبحين الصغيرين لكنه لم يلبث أنمال إلى الجهة الأخرى التي كان فيها الألماني فلولا أن أسرع الألماني يثب من مكانه مرتاعا لسقط عليه لكان لكنه وقد استطاع الألماني أن يفر منه بمثل لمح البصر سرعة هوى على الأرض فأحدث سقوطه قرقعة شديدة رد عليها الحضور بصيحات وتناطر حطامه الثمين على السجادة هنا وهناك استولى على الحفل ذعر ودهشة أما الأمير فمن الصعب بل ومن نافل القول أن نصف عواطفه لكننا لا نستطيع أن نعفي أنفسنا من الإشارة إلى أن إحساسا خاصا قد اشتاحه في تلك اللحظة عينها وسرعان ما تميز عن إحساسات أخرى غيره أليمة أو مرعبة إن الإحساس الذي شده وأسره أكثر من أي إحساس آخر لم يكن هو الشعور بالخجل أو الفضيحة أو الرعب أو المفاجأة بل هو الشعور بتحقق النبوء ولو سألته أن يعلل لك ما يشتمل عليه ذلك الشعور من قوة الأسر لما استطاع أن يجيبك ولكنه كان يحس أن هذا الشعور قد حاصر قلبه وملأ نفسه برهبة تكاد تكون غيبية وانقضت لحظة بدى له أن كل شيء يتسع من حوله وأن الرهبة تتبدد أمام إحساس بالضياء والفرح والنشوة والوجد انقطعت من ذلك أنفاسه ولكن ذلك لم يدوم إلا مدة قصيرة الحمد لله لم يكن الأمر ما كان يظن استرد تنفسه ونظر حوله لبث وهلة طويلة كمن لا يشعر بالإضطراب الذي يحيط به بل قل إنه كان يفهم ويرى رؤية واضحة كلما كان يجري ولكنه كان يحس كأنه خارج الحادثة كشخص خفي من شخص الحكايات الخرافية يرقب في حجرة تسلل إليها أناس غرباء يهمه أمرهم رأى حطام الإناء يجمع وسمع أحاديث سريع وأبصر أجلايا محدقة إليه كان وجه أجلايا شاحبا وكانت هيئتها غريبة غريبة جدا ولكن نظرتها لا تعبر عن أي كره ولا تعبر عن أي غضب كانت تأمله مرتاعة غير أن عينيها زاخرتان بالعطف والمحبة بينما هي تلقي على الآخرين نظرات ساطعة فاجتحت قلبه بهجة لذيذة على حين فجأة وفي النهاية لاحظ مبهوتا أن جميع الحضور قد جلسوا حتى لقد كانوا يضحكون فكأن شيئا لم يحدد وانقذت دقيقة فاشتدت ضحيك إنهم يضحكون الآن من إنشداهه ولكنهم يضحكون بهشين مريحين يضحكون بمودة ومحبة وكان بينهم عدة أشخاص يكلمونه بعبارات فيها كثير من الملاطفة ولسيما إليزابيت بروكوفيفنا التي راحت تتكلم ضاحكة وتقول كلمات رقيقة غاية في الرقة وها هو ذا يحس بإيفان فيتروفيتش يربط على كتفه فجأة بكثير من الصداقة وكان إيفان فيتروفيتش يضحكه أيضا ولكن الشيخ الصغير كان أكثر الحضور بشاشة ولطفا ومحبة ومودة إنه يتناول يد الأمير ويشد عليها برفق ويربط عليها بيده الأخرى ويناشده أن يهدأ بالا وأن يطيب نفسا كما يفعل المرء مع طفل اعتراه خوف فكان لذلك وقع جميل في نفس الأمير أخذ الأمير يتأمل وجه الشيخ مفتونا وبلغ من شدة الابتهاج أن أنفاسه تقطعت فهو لا يقوى على أن ينطق بكلمة واحدة وتمتما يقول أخيرا كيف؟ أصحيح حقا أنكم تغفرون لي وأنت أيضا يا إليزابيت بروكوفيفنا فاشتد الضحك وترقرقت الدموع في عيني الأمير من التأثر إنه لا يستطيع أن يصدق بهجة كهذه البهجة قال إيفان بيتروفيتش لا شك في أنه كان إينا أنا رائعا إنني أعرفه منذ خمسة عشر سنة نعم منذ خمسة عشر سنة وقالت إليزابيت بروكوفيفنا بصوت عالي أهده كارثة؟ إن الإنسان نفسه إلى زوال فلا يتحصر المرء على جرة من فخار ثم أضافت تقول وقد لاح في وجهها تعبير عن الخوف أصحيح أن الأمر أحدث هذا الإضطراب كله في ليون نيكول عيفيتش هيا يا صديقي كفاك كفاك إنك لتخيفني حقا سألها الأمير وهل غفرتم لي كل شيء لا كسر الإيناء وحده بل كل شيء كل شيء أيضا وهم الأمير أن ينهض ولكن الشيخ الصغير أمسك يده وأبى أن يتركه همس يقول من فوق المائدة لصاحبه إيفان بيتروفيتش ولكن صوته لم يكن من الخفوت بحيث لا يسمعه الأمير أمير غريب جدا وخطير جدا قال الأمير ألم أسئ إذن إلى أحد منكم إنكم لا تستطيعون أن تتصوروا مدى السعادة التي تغمرونني حين أتصور أنني لم أسئ إلى أحد منكم ولم أجرح شعور أحد منكم على أن الأمر لا يمكن أن يكون غير ذلك فأن لمثل أن يسئ إلى واحد مثلكم إن مجرد افتراض هذه الإهانة لكم هدئ نفسك يا صديقي إنك تبالغ لا داعي إلى إظهار هذا الشكر كله بل لا محل لهذا الشكر كله البتة هي عاطفة جميلة لكنها تتجاوز الحدود أنا لست شاكرا لكم فحسب بل أنا معجب بكم أيضا وإني لسعيد بتأملكم لعلني أعبر عن شعوري تعبيرا غيبيا ولكن لا بد لي من الكلام لا بد لي من الإفصاح عما يجول في خاطري ولو من أجل نفسي كانت تعتاري الأمير حركة اندفاعية تدل على الإضطراب والحمى من الجائز جدا أن كلماته لم تعبر دائما عما كان يود أن يقوله كان يبدو عليه أنه يريد أن يستأذن في الكلام ووقع بصره على الأمير بيلوكونسكايا قالت للأمير لا تتحرج يا عزيزي لا تتحرج أكمل أكمل لا تلهت وتكلم بغير خشية أو رهبة إن هؤلاء السادة قد رأوا أناسا كثيرين أغرب منك وأعجب فلن تدهشهم يعلم الله أن فهمك أمر عسير لكنك قد كسرت هذا الإيناء فأخفت الجميع كان الأمير يصغي إليها مبتسما وفجأة سأل الشيخ الصغير قائلا أأنت الذي أنقذت من النفي منذ ثلاثة أشهر الطالبة بودكوموف والموظفة تشاف برين فحمر الشيخ قليلا وجمجم بكلام يدعوه فيه أن يهدئ نفسه وأردف الأمير يقول مخاطبا إيفان بيتروفيتش وعنك أنت أيضا سمعت أنك في مدينة ني قد وهبت أخشاب بناء لفلاحين يسكنون في أراضيك حين امتحنوا بحريق رغم أنهم بعد انعتاقهم كانوا قد أساءوا معاملتك فدمدم إيفان بيتروفيتش يقول أوه هذه مبالغة على أن وجهه قد عبر عن ارتياح واعتزاز والحق أنه لم يخطئ في هذه المرة حين تحدث عن مبالغة ذلك أن الأمر لم يكن إلا شائعة كاذبة وصلت إلى مسامع الأمير واستأنف الأمير كلامه ملتفتا إلى الأمير بيلو كونسكايا فقال لها وهو يبتسم ابتسامة مشرقة وأنت يا أميرة ألم تكرمي وفادتي وتعاملين معاملة الإبن اعتمادا على رسالة توصية من إليزابيت بروكوفيفنا ألم تصدي إلي كذلك نصيحة لن أنساها ما حيت كما تنصح أم ابنها قالت الأميرة في غضب ماذا أصابك؟ إنك لشاب طيب ولكنك مضحك فإذا نفحك أحد قرشين أخذت تكيل له الشكر كأنه أنقذ حياتك أتظن أن هذا عمل حسن؟ الواقع أن هذا مستقبح مستهجان وأوشكت الأميرة بيلو كونسكايا أن تغضب مزيدا من الغضب ولكنها أخذت تضحك على حين فجأة وكان في ضحكها هذه المرة بشاشة ومودة فهدأ وجه إليزابيت بروكوفيفنا أيضا وأشرق محيا إيفان فيدوروفيتش تمتم الجنرال بلهجة ارتياح وفرح مرددا كلمات الأميرة بيلو كونسكايا التي أطرت فيه تأثيرا كبيرا لقد قلت حقا إن ليون نيكولايفيتش رجل يبلغ من رجل يمكن أن على شرط أن لا يلهث ويختنق أثناء الكلام كما نبهت الأميرة إلى ذلك وكانت أجلايا وحدها تبدو حزينة ومع ذلك كان وجهها ما يزال مصطبغا بحمرة ربما من أثر الاستياء قرر الشيخ الصغير يقول لإيفان بيتروفيتش حقا إنه لطيف جدا كان الأمير في حالة الثراب ما ينفك ويزداد وما هو ذا يستأنف الكلام فيقول بتضفق وبتسارع أكثر فأكثر تضفق غير عادي تضفق مندفع حار محموم لقد دخلت إلى هنا معذب القلب وكنت خائفا منكم وكنت خائفا من نفسي كنت خائفا من نفسي خاصة حين عدت إلى بيترسبورغ كنت قد آليت على نفسي لأعرف أن أناس الطبقة الأولى مهما كلف الأمر أولئك الذين ينتمون إلى أسار عارقة أنتمي أنا إلى واحدة منها بالوراثة أنا الآن بين أمراء مثلي وليس كذلك كنت أريد أن أتعرف إليكم كان ذلك أمرا لابد منه لابد منه قطعا لقد طالما سمعت عنكم سوءا كثيرا لقد سمعت عنكم من السوء أكثر مما سمعت عنكم من الخير حدثت عن ضيق فكركم عن فقر اهتمامكم عن رجعية عقلكم وعن ضحالة ثقافتكم عن سخافة عاداتكم آه ما أكثر ما يكتب عنكم من أمور لذلك كنت زخيرا نفسي بحب الاطلاع وشدة القلق حين جئت إلى هنا اليوم كان ينبغي لي أن أرى بعيني وأن أفكر بعقلي وأن أكون لنفسي اقتناعا شخصيا عن السؤال التالي هل صحيح أن الطبقة العليا من المجتمع الروسي تافهة لا تساوي شيئا ولا تصلح لشيء وأن زمانها قد مضى وأن حيويتها قد نضبت وأنها أصبحت عاجزة عن أي شيء إلا أن تموت وأنها رغم ذلك ما زالت مسرة إسرارا عنيدا بدافع الغيرة الحقيرة على أن تحارب رجالا رجالا مستقبل وأن تسد أمامهم الطريق دون أن تدرك أنها هي نفسها تحتضر وتلفظ أنفاسها الأخيرة صحيح أنني كنت لا أصدق كثيرا هذه الآراء لأن بلادنا روسيا لم تضم في يوم من الأيام طبقة أرستقراطية حقا اللهم إلا رجال البلاط الذين تميزوا بزيهم الرسمي أو تميزوا بمصادفة ولكن تلك الطبقة قد زالت الآن زوالا تاما أليس كذلك؟ قال إيفان بيتروفيتش وهو يضحك ساخرا بخبط ومكر دعك من هذا الأمر ليس الأمر كذلك فدمدمت الأميرة بيلوكونسكايا تقول نافذة الصبر ها هو دا يستأنف فقال الشيخ الصغير بصوت خافت دعوه يتكلم إن جسمه كله يرتجف كان الأمير قد خرج عن حالته الطبيعية قطعا وانطلق يقول فماذا رأيت هنا؟ رأيت أناسا يفيضون لطافة فكر وصراحة قول وقوة ذكاء رأيت شيخا وقورا ينتبه إلى صبي مثلي انتباها زاخرا بالعاطفة والمحبة ويصغي إلى كلامه حتى النهاية وأرى أناسا قادرين على أن يفهموا وأن يغفروا وهؤلاء أناس روس طيبون لا يكادون يقلون طيبة وميلا إلى المودة والصداقة عن أولئك الذين لقيتهم هناك وهم لا يقلون عنهم قيمة على كل حال فهل تمت مفاجأة أحلى من هذه المفاجأة؟ آه اسمحوا لي أن أفصح عن شعوري عن شعوري هذا سمعت الناس كثيرا يقولون إن كل شيء في المجتمع الراقي لا يعد أن يكون آدابا سطحية ومحافظة على الشكل بالية أما نسغ الحياة فقد جاف وكثيرا ما اعتقدت أنا بصدق هذا الكلام ولكنني أرى الآن رؤية العين أن هذا لا يمكن أن يصدق على بلادنا هل يمكن أن يصدق المرء أنكم الآن جميعا يسوعيون ودجالون منذ قليل سمعت قصة الأمير لا أليست تشتمل على فكاهة زاخرة بالصدق والعفوية أليست تشتمل على طيبة حقيقية هل يمكن أن تخرج أقوال كهذه الأقوال من فم رجل ميت من فم رجل جف قلبه ويبست موهبته هل كان في وسع أموات أن يستقبلوني كما استقبلت أليس هذا عنصر للمستقبل يجيز لنا أن نتصور أجمل الأعمال هل يمكن لأفراد مثلكم أن يكونوا قليلي الإدراك وأن يبقوا في الخلف قال الموظف الكبير وهو يبتسم ابتسامة فيها قليل من السخرية أرجوك هدئ نفسك يا صديقي العزيز سنتكلم عن هذا كله في يوم آخر وسيصرني كثيرا أن وتنح نحى إيفان فيتروفيتش والتفت على مقعده وعاد إيفان فيتروفيتش يضطرب ويتحرك إن رئيسه الجنرال شغل بالحديث مع زوجة الموظف الكبير وأصبح لا يولي الأمير أي انتباه ولكن السيدة تصغي إلى الموظف الكبير بإحدى أذنيها وكثيرا ما كانت تنقل بصرها إلى الأمير تابع الأمير كلامه يقول باندفاعة محمومة جديدة مخاطبا الشيخ الصغير بلهجة الثقة بل وبلهجة المصار لا لا إن الأفضل أن أتكلم إن أجلايا إيفانوفنا قد حضرت علي بالأمس أن أتكلم حتى لقد حددت لي مواضع يجب أن لا أقاربها فهي تعلم أنني أكون مضحكا حين أعالج مثل تلك المواضع أنا في السنة السابعة والعشرين من عموري ولكنني أدرك أن سلوكي سلوك طفل لا يجوز لي أن أعبر عن فكري قلت هذا منذ زمن طويل لم أستطع أن أتكلم صراحة بقلب مفتوح إلا في موسكو مع رجويين قرأنا بوشكين معا قرأناه كاملا كان هو لا يعرفه كان لا يعرف حتى اسم بوشكين فما زلت أخشى أن تفسد هيئتي المضحكة فكري وأن تحط من قدري الفكرة الرئيسية إن حركاتي وإشاراتي غير موفقة إنها تجيء في غير محلها وأوانها فتثير الضحك وتفسد الفكرة ينقصني أيضا حس الاعتدال والقصد وذلك أمر خطير بل هو أخطر شيء أنا أعلم أن خير ما أفعله هو أن أبقى ساكنا لا أتحرك وصامطا لا أتكلم فحين أسكن وأصمط يمكن أن أبدو للناس عاقلا بل عاقلا جدا ويتاح لي عدا ذلك أن أفكر ولكن من الأفضل الآن أن أتكلم إنكم تنظرون إلي بترحيب كبير وبشاشة عظيمة لذلك قررت أن أتكلم إن في ملامح وجوهكم فتنة رائعة لقد وعدت أجلعي إفانوفنا بالأمس أن أصمت طوال الصهرة قال الشيخ الصغير وهو يبتسم حقا؟ غير أن هناك لحظات أقول فيها لنفسي إن هذا التفكير خطأ فالصدق المخلص يساوي حركة موفقة أليس كذلك؟ أليس هذا صحيحا؟ أحيانا أريد أن أشرح لكم كل شيء كل شيء كل شيء آه نعم أتظنون أنني إمرأ خيالي؟ مثالي؟ لا لا يمينا أن أفكاري كلها بسيطة كل البساطة ألا تصدقونني؟ أتبتسمون؟ اسمعوا أنا في بعض الأحيان جبان لأنني أفقد الإيمان بنفسي منذ قليل حين كنت أتيا إلى هنا تسألت كيف عساني أكلمهم؟ ما هي العبارة التي أستهل بها الحديث حتى يفهموني؟ ولو قليلا شعرت بخوف شديد ومنكم أنتم إنما خفت فهل كان من حقي أن أخاف؟ ألم يكن خوفي شيئا مخجلا معيبا؟ أي ضير في أن يوجد أمام إنسان تقدمي جمهور كبير من الرجعين والشريرين على أن فرحي الآن ناشئ عن اقتناعي بأن ذلك الجمهور لا وجود له في الواقع وأن ليس تمت إلا عناصر زاخرة بالحياة ثم إنه ما ينبغي لنا أن يبعث الإضطراب في نفوسنا أن نتصور أننا مضحكون أليس كذلك؟ الحق أننا مضحكون فنحن خفاف طائشون ونحن ذو عادة سخيفة مؤسفة ونحن نجر ونمل لا نجيد أن نرى ولا أن نفهم نحن جميعا هكذا جميعا أنتم وأنا وهم أيضا آه لا يزعلنكم أن تسمعوني أقول لكم وجها لوجه إنكم مضحكون وإن كان الأمر كذلك أفلا يمكن أن تعد صناع تقدم؟ بل إنني لأقول لكم إن من الخير في بعض الأحيان أن يكون المرء مضحكا فيكون الناس أميل إلى الصفح والتواضع إنه لم يهب لنا أن نفهم كل شيء جملة واحدة والإنسان لا يبلغ الكمال دفعة واحدة فمن أجل الوصول إلى الكمال يجب في أول الأمر أن لا يفهم المرء أشياء كثيرة فمن يدرك بسرعة مفرطة يدرك إدراكا فاسدا في أغلب الظن إنني أقول هذا لكم لقد أصبحت الآن لا أخشى من جانبكم شيئا فإنكم تصغون بغير غضب إلى صبي مثلي يكلمكم بهذه اللهجة أليس كذلك؟ قطعا أوه لسوف تستطيعون أن تنسوا لسوف تستطيعون أن تغفروا لأولئك الذين أساءوا إليكم ولأولئك الذين لم يسيئوا إليكم على حد سواء والأصعب أن تغفروا للذين لم يسيئوا إليكم في شيء وذلك لسبب بسيط هو أنهم لم يذنبوا في حقكم البتة وأن شكواكم منهم لا تقوموا إذا على أساس ذلكم ما كنت أنتظره من أهل المجتمع الراقي ذلكم ما كنت أتعجل أن أقوله لكم حين كنت أعتيا إلى هنا دون أن أعرف العبارات التي يجب علي أن أستعملها في التعبير عنه أتضحك يا إيفان بيتروفيتش؟ أنت تعتقد أنني ديمقراطي أو داعية من دعاة المساوات إنني هنا محام عنهم وإنني عليهم خائف أليس كذلك؟ أضاف الأمير هذا وهو يطلق ضحكة تشنجية ولقد كان في كل لحظة يطلق ضحكة صغيرة متقطعة متحمسة فأعلم إذن أنني عليكم خائف عليكم جميعا عليكم جميعا في آن واحد أنا نفسي أمير من سلالة قديمة أجلس الآن مع أمراء إنني أتكلم عن سلامتنا المشتركة عن خلاصنا المشترك حتى لا تندثر طبقتنا وتغيب في الظلمات بغير نافع لأنها لم تتنبأ بالمستقبل ولم تزد على أن تشجرت وفقدت كل شيء لماذا؟ نزول ونخلي مكاننا للآخرين بينما نحن نستطيع أن نحتفظ بمكاننا في الطالعة على رأس المجتمع لنكون تقدميين فنبقى نحن الأوائل لنصبح خداما لنكون في أعلى المراكز وهم فجأة أن ينهض عن مقعده لكن الشيخ العجوز ظل ممسكا به ويحدق إليه بعينين يزداد قلقهما لحظة بعد لحظة اسمعوا أنا أعرف أن الكلام لا ينفع وأن الأفضل أن ندعو إلى الخير بالقدوة والعمل ولا قد بدأت هل يمكن حقا أن يكون المرء شقيا؟ أوه ما قيمة حزني وشقائي إن كنت أحس أنني أملك القدرة على أن أكون سعيدا اعلموا أنني لا أفهم أن يمر إمرء بشجرة دون أن يشعر لمرأها بالسعادة أو أن يكلم إنسانا دون أن يسعد بحبه أوه إن الكلمات تعوزني للتعبير عن هذا ولكن ما أكثر الأشياء الجميلة التي نراها عند كل خطوة نخطوها والتي يحس بجمالها كل إنسان مهما كان متدنيا انظروا إلى الطفل انظروا إلى فجر الإله الخالق انظروا إلى العشب الذي ينبوت في الأرض انظروا إلى الأعين التي تتأملكم وتحبكم في أثناء هذا الخطاب الطويل كان الأمير قد نهض وهو يتكلم وكان الشيخ الصغير يتابعه بنظرات مرتعا ولوحت إليزابيت بروكوفيفنا بدراعها وصاحت تقول آه ربا كانت قد حزرت ما يجري قبل سائر الحضور وهرعت أجلايا نحو الأمير فأمكنها أن تصل إليه في اللحظة المناسبة كانت الفتاة مصعوقة من الرعب منقلبة السحنة من الحزن وقد سمعت العويلة الوحشية للروح التي رنحت الشاب المسكين وطرحته أرضا إن الأمير يسجل الآن على السجادة وقد أسرع أحدهم فدست تحت رأسه وسادة لم يكن أحد يتوقع هذه الخاتمة وحاول الأمير ني وأوجين بافلوفيتش والشيخ الصغير بعد ربع ساعة أن يعيدوا إلى الصهرة حياتها ونشاطها ما انقضى نصف ساعة حتى انقضى المدعوون جميعا دون أن يفوتهم طبعا أن يعبروا عن مواساتهم وأسفهم ممزوجين بتعليقات على الحادث قال إيفان بيتروفيتش فيما قال إن رأيه هو أن الشاب متعصب لسلافيا أو هو يدين بشيء من هذا القبيل ولكن حالته ليست خطرة ولم ينطق الشيخ العجوز بكلمة واحدة صحيح أن الجميع قد زعلوا كثيرا أو قليلا في غد أو في غدات غد حتى إن إيفان بيتروفيتش شعر بأن كرامته قد أهينت ولو إهانة يسيرة ورئيس إيفان فيدروفيتش أظهر لمرؤوسه شيئا من الجفاء مدة من الوقت والموظف الكبير حامي أسرة أيبانشين أصدره أيضا من جهته ملاحظات متفخمة عن رب الأسرة ولكنه أضاف إليها بعبارات لطيفة أنه شديد الاهتمام بمصير أجلايا الواقع أنه رجل لا يخلو من الطيبة ولكن من الأسباب التي أطارت اهتمامه بالأمير في ذلك المساء ما كان قد سمعه عن قصة العلاقات السابقة التي قامت بين الأمير وبين ناستاسيا فليب بوفنا إن الأشياء القليلة التي سمعها عن هذا الأمر قد حيرته حيرة شديدة وكان يود أنه لو يلقي أسئلة حول هذا الموضوع قالت الأميرة بيلقونسكايا لإليزابيت بروكوفيفنا بعد الصهرة لحظة الإنصراف ما عسى أقول لك؟ إنه حسن وإنه سيء وإذا أردت معرفة رأيي صريحا قلت لك إنه إلى السوء أقرب إنك لترين بنفسك ما نوعه رجلا إنه مريد قررت إليزابيت بروكوفيفنا في قرارة نفسها أن الأمير لا يمكن أن يكون لإبنتها خطيبا وفي الليل حلفت لنفسها أنه لن يتزوج أجلايا ما بقيت هي على قيد الحياة وقد استيقظت في الصباح على هذه الحال وهذا العزم نفسه ولكنها وقعت في تناقض واضح عند الغدات بعد الظهر بقليل ذلك أن أجلايا قد أجابت عن سؤال ألقته عليها أختها بكثير من اللباقة والكياسة في الواقع فقالت بلهجة باردة لكنها متغطرسة أنا لم أقطع له عهدا قد ولا عددته خطيبي في يوم من الأيام إنني لا أكترت به أكثر مما أكترت بأي شخص فما كان من إليزابيت بروكوفيفنا إلا أن انبرت تقول بلهجة حزن لم أكن أتوقع منك لغة كهذه اللغة أنا أعلم أنه لا يصلح لك زوجا والحمد لله على أن الأمر انتهى هذه النهاية ولكنني ما كنت لأصدق أن يصدر عنك كلام مثل هذا الكلام كانت فكرتي عنك مختلفة عما أراه الآن فيك كل الإختلاف أنا من جهتي كان يمكنني أن أطرد جميع ضيوف الأمس ولا أحتفظ بأحد غيره ذلك هو رأيي فيه ذلك هو رأيي فيه قالت إليزابيت بروكوفيفنا ذلك وصمتت فجأة كالمرتاعة مما قالت آه ليتها علمت كم كانت ظالمة لإبنتها في تلك اللحظة كان كل شيء قد تقرر في ذهن أجلايا إن أجلايا تنتظر ساعتها ساعتها الحاسمة وكان كل تلميح طائش أو إلماع متهور يحدث في قلبها جرحا عميقا شكرا على متابعتكم وإذا أعجبكم هذا المحتوى ألمرجو الضغط على زر الإيجاب وزر الاشتراك شكرا لكم وإلى الفصل القادم شكرا لكم